في الحديث سئل الإمام الحسن المجتبى يابن رسول الله ما بالنا نكره الموت قال لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون النقلة من دار العمارة إلى دار الخراب كثيرة هي الأسباب التي تعزيها النصوص الدينية يعني آيات روايات إلى هذا القلق الذي يساور الإنسان بين الحين والآخر أعني مصير المحتوم الموت الموت حق بس لاحظوا جيدا القرآن حينما يتحدث عن ظاهرة الموت وقبل الإشارة إلى بعض النصوص إحنا إذا نرجع إلى الرسائل العملية مثلا نشوف بأن هناك مساحة كبيرة الفقهاء أو لو هذا العنوان مساحة كبيرة يعني ابتداءا من احتضار الميت إلى مواراته في الثرى ليش؟ لأن هذا حدث عظيم هذا من أعظم الأحداث على الإنسان أحداث كثيرة قد تمر عليه إلا حدث الموت لا يمكن أن ينسى من محي من ذاكرة الإنسان؟ له نعم أحكام تترتب عليه أحكام شرعية ولهذا إحنا حينما نتعامل مع هذا الحدث يعني حدث الموت القرآن حينما يتحدث عن ظاهرة الموت مثلا الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا القلق الذي يساور الإنسان بمجرد أن ينزل الموت بساحته وبالنتيجة ماذا؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فأنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ينقل إن القرآن الكريم هذه الصورة وما أحد يريد يموت مرة إنسان يجي يستسلم للموت ومرة إنسان لا يفر من الموت ملاحظ؟ هذه حالة موجودة عند الإنسان يعني غريزة البقاء وموجودة عند كل إنسان ما يريد الإنسان نعم أن يعجل بفنائه بموته القرآن حينما ينقل إن هذه الصورة لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من موباء الطاعون أن يحصدهم وطلعوا وجاء أمر الله انفروا من الموت فقال لهم الله موتوا وقدروا بآلاف من الناس انفروا من الموت ولكن نزل أمر الله سبحانه وتعالى بهلاكهم بفنائهم جميعا يقولون مر نبي وفي رواية وصي نبي وشاف الجثث مكدسة على بعضها البعض وقد غصت بها الطرقات فقال إلهي لو شئت أحييتهم ليعمروا بلادك وينفعوا عبادك من الذي يستاهل الحياة؟ من الذي يستاهل البقاء؟ الذي ينفع العباد يعمر البلاد والنتيجة بعد عندك بعد ما يحتاج بعد أبين النتيجة أو الطرف الآخر عموما لينفعوا عبادك يعمروا بلادك ينفعوا عبادك الله استجاب لذلك النبي أو الوصي فأحياهم أحياهم حتى يريد يبين إلهم ترى هذا الموت الذي يتفرون منه فأنه سوف يأتيكم في أي لحظة لكن عليكم أن تأخذوا الأهبة والاستعداد أنتم تعتقدون بالموت ماكو أحد ينكر الموت أصلا حتى الكافر يعتقد بأنه سوف يموت يعني هناك قاسم مشترك بيننا وبين غيرنا في الاعتقاد بهذه الحقيقة حتى الكافر عند يقين وعند اعتقاد بأنه سوف يموت من خلال الأرقام التي يشاهدها أو يسمع بها بأنه راح يموت لا محالة بس لاحظوا الفرق الكافر لا يعتقد بحياة بعد هذه الحياة ما يعتقد بمساءلة بقبر ببعث بنشور هذا الفرق بيننا وبينهم وإلا هو يعتقد بأنه سوف يموت سوف يفنى فأنا كيف أفسر كلام الإمام سلام الله عليه وهو يجيب على طبعا هذا التساؤل ما بالنا نكره الموت مع اعتقادنا مع يقيننا بأننا سوف نموت ومع ذلك نكره الموت في بعض الأحاديث القدسية شوف هذا الإنسان المؤمن الله سبحانه وتعالى ما يريد يخرج من الدنيا إلا باختياره ها؟ خليه يموت هو مختار هو الذي يختار أن يخرج من الدنيا لاحظوا التعبير في الحديث القدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله هذا إنجاز التردد على الله وإلا الله لا يجوز عليه التردد ها؟ ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته فإذن كيف يعني؟ تقول بعض الروايات تأتي ساعة على الإنسان المؤمن هو يطلب من ملك الموت أن يعجل في قبض روحه أي ساعة هذه الساعة التي تتجلى أو يتجلى له فيها ما أعده الله له من النعيم المؤمن في الرواية تخرج روحه برضاه وفي تعبير آخر ملك الموت ينتزع روح المؤمن كانتزاع أحدكم الشعر من الزبد وفي تعبير العجين إشارة إلى اليسر والسهولة في ساعة احتضاره هذا الإنسان المؤمن يشوف ما أعده الله له يشوف النعيم يشوف مكانته ومنزلته هذا المؤمن المهان اليوم المؤمن الذي يحاول البعض إذلاله الله يريد يبين إليه ترى أنت هذا مكانتك هذه منزلتك يشوف النعيم مو نعيم الدنيا شنو نعيم الدنيا وشنو سعادة الدنيا هذا النعيم الدنيا والذي نحصل عليه أو هذه السعادة التي نحصل عليها هي سعادة يعني نسبية كما يقولون كيف نسبية يعني بلحظ يعني الآن السعادة التي تحصل عليها مثلا إنسان يحصل على مأوى على مسكن مسكن بعد عشرين سنة مثلا أو بعد خمسة وعشرين سنة هذا شيء نسبي يعني هذه السعادة لا تقاس بذلك الألم بتلك المعاناة خمسة وعشرين أو أكثر سنة هو ينتظر هذه السعادة وهذا الاستقرار فإذا السعادة نسبية محدودة بينما الله يريد يبين إلى الإنسان ترى هذا مكانك أنت سوف تخرج من الدنيا وقبل خروجك من الدنيا هي هذه منزلتك هذه كرامة الإنسان المؤمن هذه منزلت عند الله سبحانه وتعالى فحينما يرى ما أعده الله له من النعيم يقول للملك الموت عجل في قفض روحي عجل في قفض روحي والأفضل من هذا وذاك حينما يرى رسول الله هنا الرواية تقول حينما يرى النبي ويرى الوصي ويرى الأئمة عليهم السلام ويستأنس حينما يراهم يرتاح لرؤيتهم بل ويشتاق للقياهم يقول للملك الموت إذا أردت أن تلتحق بهم بركبهم ما عليك إلا أن تفارق الدنيا فيقول لإذا عجل في قفض روحي لألتحق بركب محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما من مؤمن محب لنا مبغض لعدونا وتحضره الوفاة إلا ويحضره رسول الله وعلي والحسن والحسين في تعبير آخر الإمام يقول لأحد أصحابه سيحضر عند موتك آبائي وأجدادي هذه كرامة إلى الإنسان المؤمن سيحضر عند موتك آبائي وأجدادي لماذا؟ قال يوصون ملك الموت بضرورة الرفق بك والتخفيف عليك فإذا الإنسان المؤمن لا يأسف أبدا ما بالنا نكره الموت عمرتم دنياكم هذا بالنسبة لغير المؤمن المؤمن أصلا لا يأسف على الدنيا وعلى فراقها كما يقول مولانا أمير المؤمنين في وصيته للحسنين وصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإنبغتكما ولا تأسف على شيء منها زوية عنكما من يتأسف الإنسان على فراق الدنيا بل يشتاق للقاء الله وينتظر تلك اللحظات بفارغ الصبر حتى يفد على ربه الإنسان المؤمن حينما يطوي سجل حياته إحنا هذا اللي نريد إن نريد نطوي سجل حياتنا وصحيفة أعمالنا بالثبات على ولايتهم ثبتنا الله وإياكم على الولاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر